اتساع دائرة التحول نحو إجراءات الدفع الألكتروني بعد إطلاق مصرف الرافدين بطاقات شراء الوقود واللجان المشتريات في المصرف والوزارات الراغبة وجميع مفاصل القطاع الخاصة اعتمد مصرف الرافدين رسميا بطاقة المشتريات الخاصة باللجان المشتريات سابقا كان يتم دفع بشكل نقدي أو من خلال سقوك لهذه اللجان التي تذهب للأسواق لغرض شراء احتياجات القرطاسية وغيرها من احتياجات المصرف وكذلك بما يخص العجلات التي تابعة للمصرف أيضا كان يتم دفع مبالغ النقود إلى السواق بشكل نقدي امتداء من اليوم سيكون دفع كلها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني وتفعيل البيو اس حقيقة سيكون حافز للقطاع الخاص أيضا لإقتناء أجهزة البيو اس حتى يتمكن منه يبيع لهذه اللجان مشترياتها وتتمثل تلك الإجراءات بتزويد سائقي العجلات في الدوائر الحكومية ولجان المشتريات بالبطاقات الإلكترونية لشراء المنتجات من المحال والأسواق التي لديها أجهزة الدفع الإلكتروني بامتيازات مخفضة ومن دون فوائد مصرفية البيو اس رح يوفر لهم أولا عمليات هاي الشراء رح تكون مصرف يوفرها بطريقة مجانية بدون عمولات وراح يستفاد منها المواطن أيضا لعدم حمل الفئات النقدية وبالتالي تعرضه للكثير من المخاطر ويتم التعامل من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني ومسايرة التوجه العالمي في اتجاه عمليات الدفع الإلكتروني تدريجيا بدأت الدوائر والمؤسسات الحكومية والأنشطة الاقتصادية المهمة التحول إلى خدمات الدفع الإلكتروني تنفيذا للإجراءات الحكومية لإنهاء التعامل الورقي وسحب الكتلة النقدية عبر البطاقات الإلكترونية سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد